غارة جديدة للتحالف تستهدف قيادة عسكرية في الجيش الوطني بنهم والحصيلة سبعة قتلى وستة عشر مصابا من بين الضحايا العميد محمد الحاوري رئيس عمليات اللواء 133 والدكتور عبدالله عابد ركن توجه اللواء وابراهيم العزوة أركان الكتيبة الرابعة وعدد من الضباط والجنود في الجيش الوطني ردود أثعال غاضبة يسجلها اليمنيون مع ارتفاع معدل قصف التحالف لمواقع الجيش الوطني خصوصا تيكالات تبعد عن المواجهات وخطوط التماسي بعشرات الكيلومترات فيما ميليشي الحوثي تقيم عروضها العسكرية بأكثر من محافظة آخرها العرض العسكري الكبير في الحديدة وهي بمأمن عن ضربات التحالف ثلاث سنوات سقط قلالها الكثير من القيادات العسكرية بنيران التحالف الصديقة ويكبر السؤال استهداف الجيش الوطني من طيران التحالف هل هي ضربات خاطئة أم متعمدة بدءا من جريمة قصف معسكر اللواء 23 في العبر الذي تسبب بمقتل 53 ضابطا وجنديا وعشرات الجرحة مرورا بعشرات الغارات التي طالت أهدافا للجيش الوطني يتحدث ناطق التحالف عن هامش الخطأ لتتحول أخطأه إلى خطايا بحق الجيش الوطني وهو يقصفه بكثاءة عالية مؤخرا ظهرت مطالبات حقوقية بتوثيق ومتابعة هذه الجرائم ومعرفة أي من الجهات تتبع هذه الطائرات التي قتلت أفراد الجيش الوطني حتى وقت متأخر لم يصدر أي مسؤول سواء في القيادة السياسية أو الجيش أو التحالف أي تفسير أو حديث عن هذه الجريمة منذ قصف التحالف لمعسكر العبر وجبل العروس وميدي وسرواح وغيرها من المواقع الحيوية التي سقط فيها خيرة رجال الجيش الوطني لا تزال نتائج التحقيقات غائبة أو مغيبة تساؤلات كثيرة عما إذا كانت غرفة العمليات المشتركة مخترقة وهل لا تزال حتى اليوم ضربات خاطئة أم أنها تهدف لتصفية قيادات الجيش الوطني ورجال المقاومة تذهب بعض الأصوات للمطالبة بتحييد طيران الجو وترك اليمنيين يخوضون معركتهم منفردين فاستمرار وجود المقاتلين في الجبهات دون تحريك للمعركة وتركهم عرضة لمثل هذه الجرائم يراه مراقبون نوعا من استنزاف الجيش الوطني وإحباطهم وإرهاق الجيش ورهنه بوضع اقتصادي ومزاج التحالف